يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري ويؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعيات الدولية وبما يضمن انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وقد قررت منظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي لحين اعترافه بدولة فلسطين على حدود عام 67 وإلغائه قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستطان وحتى تم تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني على جميع المقيمين على أرض دولة فلسطين تحت الاحتلال كما قررت منظمة التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم الاستطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي باعتبارها جرائم حرب ترجمة نانسي قنقر